خدنا بعض النمازج لأسئلتكم من على صفحتنا وهنبتدي بسؤال يعني يا عصام بيقول نعمل إيه طفلة عندها أربع سنين ونص وما فيش تبول ليلي كويس بس فيه لأيالي معينة بتعمل بالليل بتعمل على روحها يعني وأنا مش عايز أعودها إني صحيها بنفسي إيه الحل ولازم كشف قبل الحوار ما يزيد أكتر ولا لا طيب الحقيقة السؤال ده سؤال مهم جدا جدا عشان كده يعني مختارينه عشان هيفيد إجابته هتفيد أمهات وأباء كتير قوي أولا حكاية إن إحنا نصحي الأطفال ده جزء رئيسي من عملية التدريب بغض النظر أن الطفل عندها أربع سنين يعني تمام كده ده جزء أساسي من عملية التدريب يعني إحنا مش بنضيقها والحكاية دي عايز أقول لكم بس على الطريقة العملية بتاعتها أو الطريقة المثالية إن إحنا بنعمل إيه بنعمل ده من خلال إن إحنا بنصحي الطفل في كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات لفترة أسبوعين كل يوم حاجة مرهقة مرهقة جدا متعبة متعبة جدا ولكن نتائجها مبهرة نتائجها كويسة جدا ليه؟ لإن إحنا لما حتى لو الطفل ما عملش يعني حتى لو صحينا الطفل وقعدناه على التوالد وما عملش توالد مش مشكلة إحنا هنا بنسبت المبدأ عند الطفل بنخلي أعصاب المثانة ترسل إشارات إلى المخ إن هي تقول للمخ إصحى لما المثانة دي تصل إلى حد الامتلاء أو حد الاحتياج إنها تتفرخ فهمتوا قصدي؟ فهنا يبقى الإجابة إنه فكرة إن إحنا نصحي الطفل دي جزء أساسي من عملية التدريب إذا كان اتعمل يبقى تمام يبقى إحنا هنقولك دلوقتي هنكمل إزاي إذا ما كانش يتعمل لازم نعمله زي ما قلت أسبوعين بشكل كده متواصل من عشر تيام لأسبوعين من عشر تيام لأربعة تشهر يوم اعملوا الحكاية دي كل ساعتين أو تلاتة خلاص والحمد لله إن الجو دلوقتي يبتدى يتعدل يعني وابتدى يدف شوية فمش هيبقى يعني الكلام ده كان بيبقى في الشتة مثلا بيبقى صعب شوية إنما دلوقتي الحمد لله الوضع أحسن تمام طيب لو افترضنا بقى إن إحنا عملنا كده يا دكتور وفيه أوقات آه وأوقات لا يعني إيه الحكاية أولا لازم نعيد التكرار وننبه الطفلة إنها إذا احتاجت إنها تدخل حمام تيجي تقول لنا لأن في أطفال بتخاف تيجي تصحي باباها أو مامتها لا ما طمنوهم خلاص أقول لهم إن انتوا مش هتزعلوا عشان تصحوا يعني إن انتوا بالعكس عشان تساعدوهم يعني تمام طيب لكن ده ما يمنعش إن إحنا بنعمل فحص لتحليل البول تحليل البول في أي معمل تحليل البول كويس يعني بول وأحيانا في بعض الأطفال يقولوا نعمل بول ومزرعة لاستبعات بس شبهة وجود أي التهاب في المجرى البولي أو وجود نسبة عالية من الأملاح أو الخلايا الصديدية تكون هي السبب في حالة التهيج اللي في بطانة المثانا التي قد تؤدي إلى فقدان التحكم إنما المسألة بسيطة ناخد السؤال الثاني بنتي عندها ست شهور ومش بتقول لا بابا ولا ماما ده عادي ده عادي جدا ده ست شهور يعني مفروض إنها ما تقولش حاجة خالص ده هي المفروض إنها بتبقى دلوقتي في بداية عمر المناغاء إنها تبتدي تطلع أصوات يعني أصوات كده غير مفهومة على الإطلاق فحكاية إنها بتقولش بابا وماما يعني لا ده طبعا ده أنتوا سابقين كده قوي أو متوقعين حاجة مش ده وقتها خالص قال لهم ما الوقتها إمتى وقتها بعد نهاية السنة الأولى نسبة الأطفال اللي بيتكلموا قبل نهاية السنة الأولى قبل ما السنة الأولى تخلص نسبة ضئيلة جدا ضئيلة جدا أقول لكم بقى على بقية المعلومة طيب الكلام بقى بيبقى كلام كده زي لحنا بيكلموا أبدا بيبقى من كلمة لثلاث كلمات يعني أكتر طفل يعني اتكلم بدري قال ثلاث كلمات ممكن تبقى منهم كلمة مش مفهومة وأقل طفل أو العادي إنه ما بيقولوا كلمة إنما الطبيعي إنه ممكن يبقى قبل نهاية السنة الأولى يقولوا مقاطع للكلمات يعني بدل ماما تقول ما بدل بابا تقول بقى كده فاهمين قصدي يعني تقول كلمة إحنا نستنتج منها بقية الكلمة إنما إنها تنطقها بطلاقة لا ده مش وارد ولا متوقع تمام المهمة قوي دلوقتي بقى إنكم تتكلموا مع الطفل وتتكلموا معه بالطريقة العادية الطفل اللي عنده ست شهور ده بيكون متحمس جدا إنه يسمع الأصوات العادية أنا بقول يعني إيه الأصوات العادية يعني أصواتنا كده اللي إحنا بنتكلم به ما نعودش نعمل أصوات وإحنا بنكلمه أنا مش هايزة أعمل يعني دي بالنسبة للطفل مش هتعلمه حاجة إنما نكلمه كده الكلام العادي خالص وكل ما كلمناه بكلمات وحالات شعورية مختلفة يعني عشان كده أنا دايما أقول لأمات إيه عضوحكم مع الطفل كأن حد وانا اسمعاكو في البيت عضوحكم معاه خلاص وإنت لما ترجع من بره كده من شغلك قعد يحكي وعملت إيه النهاردة وكانش فيه ركنة وركنت وغسنا جبت مش عارف إيه وغسنا هروح بكرة عشان احكوا احكوا عادي هو هتلاقيه مستمتع جدا وبيرائب حركة الفم أثناء الكلام لأنه هو مش هيتعلم الكلام إلا بالطريقة دي لأن الكلام مهارة إيه؟ مهارة سمعية يعني لازم الطفل يسمع عشان يتكلم السؤال اللي بعد كده هو السؤال الأخير يعني اللي معنا في حلقة النهاردة السلام عليكم ابني عنده ست سنين حلو كان بيسمع الكلام ماشي وبيعمل الواجب الدرس بسهولة تمام فجأة بيعنت في كل شيء عقابة عقب ومن المدرسة ومفيش استجابة أعمل إيه طيب أولا أن الطفل كان كويس أو كان كويس من وجهة نظركه هو كويس على طول يعني يبقى دادة لالة على أنه هو ما عندوش مشكلة يعني فاهمين قصدي يعني إحنا بدء زي بدء كده الطفل ما عندوش مشكلة في الاستيعاب أو التعبير عن نفسه أو عملية الريكول اللي هي استعادة المعلومات ما عندوش فيها مشكلة ليه أنا بقول الكلام ده أو ليه بقول المعلومة دي علشان نحط الكلام في إطاره الطبيعي أو الواقعي يعني الطفل ده لا يعاني من مشكلة تعليمية مثلا أو مشكلة في الاستيعاب أو مشكلة في الفهم أو مشكلة في الكتابة أو مشكلة في القراءة أما إيه المشكلة؟ إيه اللي جد بقى؟ اللي جد أن هناك حالة نفسية تعرض لها هذا الطفل قدت إلى إحساسه أو ردت فعله أنه هو أصبح يعني يعني إيه؟ يعني بالبلدي مفيش طفل بيعمل كده من غير سبب يعني إيه؟ يعني الطفل إما أنه هو أفتقد للتحفيز مثلا يعني كنا بنقول له أنت شاطر وأنت جدع أو بتأسوه في المدرسة أو في البيت بطلنا نعمل كده أو أن نتعرض للتوبيخ أو أنه نتعرض لإيه؟ لأن إحنا علنا سقف التوقعات فاكرين في أول حالة ما كلمتكم عن الأكل يعني إيه؟ يعني إحنا افتكرنا بقى أنه عشان كده شاطر فابتديني إحنا نزود عليه اللود أو أن يكون بيقلد أطفال آخرين ما بيعملوش الواجب أو ما بيعملوش الالتزام المطلوب منهم يعني فبالتالي هو عايز ينتمي لده يبقى حل الموضوع إيه؟ في تعريف الطفل بفوايد الحالة الأولى إنه هو لما كان كويس كان كذا الحل مش في العقاب أبدا الحل في إن إحنا ندرس نفهم كويس قوي الطفل إيه اللي استجد عليه؟ فاهمين قصدي؟ يعني الطفل ما عملش كيه من غير سبب ما فيش حاجة في الطب ولا في السلوكيات بتاعة الأطفال من غير سبب حتى لو كان السبب ده من وجهة نظرنا احنا نقاسف يعني تافة أو مالوش معنى أو مالوش إيمة لا هو له عند الطفل إيمة فهنا الطفل اللي عنده ست سنين الأمر يستوعب جدا أو يتحمل جدا إن إحنا ندخل معاه في حوار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نفهم منه إيه اللي حصل لأنه وارد إن يكون في حاجة فهمها غلط يعني فهم حاجة غلط أو فهم طريق التوجيه غلط أو زعل مثلا من مدرس أو من مدرسة افتكر نوابي زعقل وما إلى ذلك ونقوم أول ما نعرف السبب نحاول نشتغل على الحل ترجمة نانسي قنقر